لا يكاد يمر يوم دون أن تتعرض مدينة حيس للقصف الهستيري من قبل ميليشيات الحوثية التي تستهدف الأحياء الآهلة بالسكان بالإضافة إلى خروقاتها المتكررة التي تهدف من خلالها لاستفزاز القوات المشتركة ودفعها للرد وإدخال الحديدة في حرب عبثية تقضي على كل محاولات أحلال السلام في المحافظة مؤخرا شنت الميليشيات هجمات متكررة على مواقع القوات المشتركة في حيس إلا أن أفراد القوات المشتركة كانوا لهم بالمرصاد ليلحقوا بهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد ناهيك عن اغتنام أسلحة متنوعة تركتها الميليشيات بعد محاولة التقدم الفاشلة من قبل عناصرها التي تدفع بهم إلى محارق الموت سعيا في تحقيق تقدم لكن جميع محاولاتهم تبوء بالفشل نحن قوات المشتركة قمنا بتصدي للخسيين كانوا بهجوم علينا في ليلة البارح وكان أدد منهم من القتلى والجرحى أدد كبير تم دحرهم وتكبيدهم الخسائر الكثيرة من الأرواحهم والجرحى والقتلى منهم وإن شاء الله بإذن الله يمنصورين بإذن الله لأننا ملتزمين بالهدنة وباتفاق السوق هلم القوات المشتركة لا تزال تلتزم بالتهديئة والهدنة الإنسانية التي يعمل الحوثي على خرقها منذ لحظة التوقيع عليها قبل عام حيث أكدت إحصائية أن خروقات الحوثي بلغت أكثر من 16 ألف كان لحيث النصيب الأكبر منها حيث بلغت أكثر من 3000 خرق تم تصدي لخروقات مليشيا الحوثي كان آخرها ليلة أمس عندما قاموا بالهجوم على مواقع القوات المشتركة المرابطة في مدرية حيث وتم تصدي لهم من قبل أبطال القوات المشتركة المرابطة في حيث وتكبيد العديد من الخسائر كذلك في العديد من الجرحى والقتلى في صفوف مليشيا الحوثي وكما هو دأبهم ومستمرين في تكرار الخروقات والهجوم على حيث هذه ليست بأول مرة وغيرها العديد والعديد من الخروقات التي تقوم بها المليشيا بشكل شبه يومي مراقبون أكدوا أن المليشيات أجهضت كل فرص التوصل إلى تسوية سياسية لا سيما أن خروقاتها تجاوزت كل الحدود وبات أفراد القوات المشتركة يتحينون ساعة الصفر للتخلص من الخوثي الذي أذاق اليمنيين صنوف العذاب والتنكيل على مدى أكثر من خمس سنوات اشتركوا في القناة